بأكثر أهلا بك دكتور التجربة التركية سياسيا وفكريا بدايتها ونطجها ومراحل تطورها ومستقبلها في ظل التحديات الداخلية والخارجية هذه محاور ندوة فكرية عقدت في مدينة اسطنبول برعاية الجمعية العربية متعاونة مع منظمة بصمات وحاضر فيها الدكتور ياسين أقطاي مستشار رئيس التركي رجب طيب أردوغان حقوق دولي تلك الأناس لا يعتبروا إرهابيين الدكتور أقطاي ابتدأ محور الندوة الأول بإضاءة على الحياة السياسية في تركيا التي سبقت وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وشرح مرحلة المخاض الصعب والصراعات السياسية بما فيها الاستدامة مع العسكر إلى أن ظهرت إرهاصات الديمقراطية الحديثة وسادت على المفهوم الشعبي والحزبي الإنقلاب أو السياسيين ما كان يفرق بينهم ولكن عندما في أحد أول مرة ربما في أحد حزب العدالة والتنمية الشعب شعر بأن هذه الحكومة هي مننا وهي تمثلنا حقيقيا وبعد فترة توحدت الشعب والحكومة صالحت كانوا بعيدين وكانوا مختلفين الآن تصالحوا وبينما وصلت الدولة التركية إلى أطوار متقدمة في المجالات الاقتصادية والخدمية وأصبحت لاعبا إقليميا ودوليا مهما جاءت مرحلة ثورات الربيع العربي كمؤثر على مسيرة تركيا الناهضة تحول المحيط الإقليمي إلى منطقة ساخنة وملتهبة أثر بطبيعة الحال على التجربة التركية فكان لا بد من تطوير الاستراتيجية الخارجية بما يتوافق وضرورة الحفاظ على التوازنات الإقليمية عندما جاء النظام دمروا الحلب وهم تركوا الحلب والآن الحلب بيد النظام نفس الشيء يريدون أن يعملوا في إدليب موقف تركيا الداعم لثورات الربيع العربي فرض عليها تحديا صعبا في ظل مرحلة الثورات المضادة ووضعت تركيا في منطقة استهداف السياسات التآمرية الخارجية فشهدت محاولة انقلاب عسكرية فاشلة ومحاولات حصار اقتصادي باءت كلها بالفشل كما يقول أكتاي بفعل تماسك الجبهة الداخلية ومرونة السياسة الخارجية التركية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والنهضة الاقتصادية مرهون بقدرة الشعب التركي على الحفاظ على المزاج الديمقراطي والقدرة على التفاعل مع المتغيرات الخارجية وأخذ الترياق المناسب لها بهذه الخلاصة ختم الدكتور أكتاي ندوته الفكرية عن التجربة التركية ترجمة نانسي قنقر